أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم إلى هذا الحوار الخاص في هذه الليلة الرمضانية عبر الشرقية نيوز في هذا الستوديو معنا الدكتور عصام الشلبي وزير النفط الأسبق أهلا بك بحضرتك في استوديو لقاء خاص أهلا وسهلا رمضان كريم عليك إنهال عليكم بالخير والبركة بشأن رمضان معك الحمد لله نشرع بملفات عديدة بعضها محلية وبعضها إقليمية وعالمية دعونا نبلس بالملف العالمي والإقليمي لطالما يتحدث المختصون المراقبون عن حرب طاقة وأيضا يتحدثون عن حرب مياه أيهما أقرب إلى الواقع أن تكون الحرب العالمية الثالثة المفترضة هل هي حرب مياه أم حرب طاقة قبل كل شيء الله يبعدنا عن هذه الحروب لأن مهما كانت ستكون مدمرة بالنسبة للعالم وهناك حديث عن حرب ثالثة اللي هي نووية هذا الحديث يجري في الآودة الأخيرة خاصة بعد أن أعلنت روسيا أنها بدأت تأخذ بعض الاستعدادات وتقوم بنشر بعض من الأمور الأسلحة النووية في بلروسيا المجاورة لها مما سبب ردود فعل من حلف شمال الأطلسي ومن دول أخرى ولكن أنا شخصيا لا أعتقد أننا سنصل إلى هذه المرحلة فسألت عن الحرب الطاقوية وحرب المياه نحن دخلنا فيما يكون أشبه بالحرب الطاقة يعني منذ بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا بلشت حرب الطاقة بقطاع استيرادات الغاز والنفط والمشتقات النفطية من روسيا وخاصة إلى أوروبا واتخذت إجراءات عديدة لا زالت تأخذ مداها هناك إجراءات وهناك ردود فعل ولكن أعتقد أنه بالإمكان احتواء موضوع الحرب الطاقة وكل دولة تمكنت من أن تجد مخرجا لها ربما على حساب الاقتصاد بالنسبة لحرب المياه أنا أعتقد ستكون هناك أزمة وستكون هناك مشاكل كبيرة ربما على المدى الأبعد أكثر مما الحرب الطاقة بدأت ممكن أن تستمر معنا لفترة ولكن حرب المياه هناك مناطق هي أصلا معرضة للجفاق ومع الأسف أنا أقول أن الشرق الأوسط هو أحد أهم المناطق التي تتعرض للجفاف نحن سبحان الله نقول لو بالمسراجين لو بالظلمات نحن لو عندنا فياضانات لو عندنا صحراء جفاف يعني أجد فترة بالنسبة للعراق أن يكون هناك بالشمال فياضانات وأمطار وعاصير ويكون بالجنوب هناك جفاف مناطق عديدة تعرضت للجفاف بشكل عام يعني أنا فعلا أخشى من أزمة ألمية أكثر مما أخشى من أزمة آخر إذن بما أنه فعليا نعيش حرب هذه حرب الطاقة لنتحدث عن مجريات الحرب الروسية الأوكرانية والتي مضى على نسوبها أكثر من سنة تقريبا شون أثرت على سوق الطاقة؟ أثرت بشكل مباشر وغيرت شكل الخارطة النفطية على مستوى العالم يعني قبل كان لكل دولة بالنسبة للدول المستهلكة لها مصادرها الخاصة وبنت خططها الاقتصادية وحركة النقل على هذا الأساس كأن تقوم باستيراد النفط والغاز من روشيا الآن أصبحت مضطرة إلى إيجاد بدائل أخرى للحصول على احتياجاتها النقطة أيضا المهمة اتخذت عدة قرارات في مؤتمرات عديدة كيتو باريس في سكتلندا على أساس محاولة تحسين البيئة تقليص من اتفاع درجات الحرارة التقليص من استخدام الوغود الأحفولي اللي هو النفط والفحم الآن عادوا عن ذلك قرروا بعض الدول العودة إلى تشغيل مفاعلات نووية قرروا بناء مفاعلات نووية قرروا الاكتار من استخدام الفحم خاصة بالنسبة إلى ألمانيا ودول أخرى فمن هذه الجهة أيضا أصبحت مؤثرة الدول المصدرة أيضا تخلخل الميزان عندها يعني قبل مثلا العراق كان يصدر إلى جهات معينة سبعين بالمئة من النفطة يروح للشرق الأوسط بما أن النفط الروسي أصبح يباع بشكل رخيص والصين المستهلك الرئيسي يأخذ النفط الروسي فأصبح واجبا على العراق مثلا أن يجد أسواق أخرى وفق هذه الرؤية هل نستطيع أن نقول بأن واشنطن الولايات المتحدة قد فقدت السيطرة على سوق الطاقة أو النفط على خلفية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية أمريكا الآن تعتبر المنتج رقم واحد قبل كانت هي دولة مستوردة الآن أصبحت دولة مصدرة ولكن أعتقد أن هناك دول أخرى لديها الإمكانيات ما يعادل إمكانيات أمريكا يعني السعودية ليست قليلة روسيا إنتاجيتها ليست قليلة وبالتالي لا أعتقد أن أمريكا قادرة على فرض سياسة تمليها على الدول المنتجة الأخرى للنفط وبهذا أعتقد أنه لا يمكن أن ندور في فلك أمريكا فقط لكن أمريكا هي أيضا مؤثرة هذا بدون شكل طيب أعود بجدلية الفائز والخاسر ونحن لسنا بصدد تقييم على أرض المعركة أنا أقصد هنا في مجال تخصصك وهو الطاقة والنفط من الخاسر اليوم روسيا أو أوكرانيا في ظل تداعيات هذه الحرب قد يستغرب البعض أو استغرب البعض منذ البداية عندما وجدنا أن الحرب الروسية الأوكرانية التي هي محدودية في المنطقة جغرافيا ولكن أثرت بشكل كبير على مختلف دول العالم يعني لم يكن بالحسبان أن أوكرانيا مثلا قادرة على أن تصدر مواد سواء كانت الحبوب والغذاء أو معادن بشكل كبير جدا أثر على العالم طيب وبالتالي يعني وروسيا كذلك يعني الآن بدون الاتفاق الروسي لتصدير الحبوب إلى الخارج قد تحدث مشكلة كبيرة جدا وبالتالي يعني من جهة أكو من استفاد اللي هو ما يحتاج إلى هذه الصادرة ولهذا نقول أن الاكتفاء الذاتي طيب هو السياسة الصحيعة التي يجب أن تعتمدها كل دولة أما إذا كان هذه الدولة أو تلك تعتمد أساسا على استيرادات من أي دولة أخرى فهي معرضة للإهتزاز ومعرضة للخسارة طيب فالحرب بشكل عام ما بها واحد ربحان يخسر من جهة ويربح من جهة أخرى حتى على مستوى الطاقة حتى على مستوى الطاقة طيب في ظل حديث أنت حتى عن التعددية القطبية لإدارة بلف الطاقة وبروز الصين كفاعل وأيضا مؤثر في هذا المجال هل الصين ستغير المعادلات الصين بالتسعينات الصين كانت مستوردة الآن الصين أصبحت يعني العفو الصين كانت مصدرة طيب يعني كانت تصدر بحدود ثلاث ملايين برمين باليوم الآن الصين تستورد كميات كبيرة ربما أكثر حتى من استيرادات أمريكا وبالتالي الصين مؤثرة من حيث حجم الاستهلاك ولهذا إذا زاد الطلب من قبل الصين السوق يتأثر هذه الناحية وليس العكس الصين أيضا لديها كميات كبيرة من وقود نوع آخر الفحم مثلا هذا أيضا يؤثر فبالتالي هناك مؤثرات على هذه الدولة أو تلك الدولة أنتقل إلى ملف مهم أيضا ونحن نتحدث عن الطاقة آلمية وصولا إلى السياسة العراقية النفطية لكن دعنا نتحدث عن أوبيك مرت بتغيرات وتمر حاليا في تغيرات ومتغيرات عديدة تعتقد الآن أصبحنا وأصبح العالم بضرورة وجود ضابطة تحدد مسار عمل الطاقة عالميا؟ يبدو أن وجود أوبيك هو ثبت بأنه مفيد للجميع الدول المصدرة كانت أم دول المستوردة للتوضيح بالنسبة للمشاهد أن أوبيك التي تأسست عام ستين كان دورها ضعيف جدا بالستينات ابتد دورها بالسبعينات وكانت مشكلة من حوالي 13-14 دولة قسم منها رئيسية ذات إنتاجية عالية وقسم منها تاجيتها محدودة ولكنها مصدرة وبالتالي هي تشكلها أوبيك ما حدث قبل ثلاث سنوات يعني عدد الدول المنتجة والمصدرة عدد كبير جدا يفوق الستين سبعين دولة لكن لا تنضوي كلها تحد لواء الأوبيك ما حصل أنه تمكنت الأوبيك ودول من خارج الأوبيك أن يتفقا على التنسيق والتعاون على رئيس هذه الدول روسيا رجعنا مرة ثانية إلى روسيا أصبح القطبين الرئيسيين بالنسبة إلى الأوبيك هي السعودية تمثل هرم الدول الداخل الأوبيك وروسيا تمثل الدول من خارج الأوبيك أصبح لدينا بحدود 23 دولة لكن القدرة الإنتاجية هي بيناتهم توصل أكثر من 22 مليون برميل باليوم وبالتالي لهم القدرة على أن يملون السياسة التي تتأثر بها الأسواق العالمية هذا مهم جدا طيب أوبيك بلس وأوبيك أوبيك بلس هي أوبيك زائدا الدول العشرة من خارج الأوبيك هل هي نستطيع أن نتحدث ونقول بأن أوبيك بلس هي اليوم المعيار والضابط الأساسي ليس الضابط لا يمكن للأوبيك أن تكون الضابط لأن أوبيك مؤثرة فقط أوبيك لا تستطيع أن تتحكم هي الأسعار والإنتاج يعني إذا أثرت على الإنتاج فهي تؤثر على الإسعار ما دام أكون هناك دول أساسية تنتج النفط وتصدر النفط من خارج الأوبيك بلس بالتالي لا يمكن للأوبيك أن تنفرد بتحديد السياسات النفطية يعني أمريكا بلد منتج المكسيك بلد منتج البرازيل بلد منتج دول أفريقية بلد منتج نرويج بحر الشمال كلها هذه دول فبالتالي لا نستطيع أن نحرم أي دولة من حقها بالتأثير أنا أود أن أتحدث عن السياسة النفطية العراقية وبعد مضي عقدين من الزمن على نظام جديد كيف تعامل العراق على مدى العشرين عام فيما يخص السياسة النفطية وأرسم سياسة ربما سيكون ناجعة أو العكس لكن أود أن أسأل حضرتك عن أسلوب إدارة الدولة قبل أن نخوض بالحديث عن ملف الطاقة يعني هنا سأكون قاسر بعض الشيء والحوادث التي مرينا بها على مدى عشرين سنة والنتائج التي مرت بها الصناعة النفطية على مدى هذه العشرين سنة هي أكبر برهان وأكبر دليل وأكبر شاهد هل هناك سياسة نفطية بالعراق؟ أنا أسألك جوابي لا إنما ما يحدث كل وزير نفط يأتي له رؤية خاصة وهذا ما شاهدنا كل وزير يأتي يقرر لوحده كان هذه رؤية الشخصية دكتور لو يمثل أجندة سواء كانت حزبة أو أجندة خارجية على سبيل المثال أعتقد تمثل رأي الشخصي بتأثير ربما لحد ما من الحزب الذي يمثل لأنه ما ننسى إحنا مبدأ المحاصصة المحاصصة موجودة في كل المناصب الموجودة على رأسها الوزارات بالتالي الوزير الذي يأتي شوفي أنطيكي مثال بسيط نعم يأتي وزير يقرر أنه إنتاج النفط يجب أن يصل إلى الحد الفلاني طيب يقول يجب أن نبني عشر مصافي الوزير الذي يأتي بعده يقول لا وكأن شيئا لم يحدث قبله فيقول لا الإنتاج هذا عالي هذا السقف نغير الإنتاج ننزل المصافي لا دعوة عشر نبني أربعة هذه الرؤية تكون عادة استشارية من قبل طاقم أم هو إملاء أنا فقط دكتور عذران أريد أعرف هل هو تخبط سوء والله هو تخبط يعني بالبداية حاولوا يعتمدون على بعض الدراسات مع الأسف نحن قبل العراق كان مبني دراسات وأفكاره من الداخل من داخل القطاع النفطي تحديداً بعد 2003 صار يعتمدون على مكاتب وشركات أجنبية فهناك دراستين أساسية واحدة اعتمدوا على شركة كندية بإعداد دراسات في مجال النفط وبعدين اتفقوا مع الأي اي اي وقالة الطاقة الدولية بإعداد دراسة وحددوا سقف إنتاجي معين وخلوا برامج لكن دون الالتزام بها يعني في زمن الدكتور حسين الشارستاني وجولات التراخيص قرروا أنه الانتاج سيرفع من حقول النفط بحيث يصل إلى أكثر من 12 إلى 13 مليون برمين بيوم بعدين شافوا أنه هذا مستحيل غير صحيح اخذوا قرارات لاحقة قرارات مجلس وزراء خفضوا الانتاج إلى تسعة خفضوا إلى ثمانية خفضوا بعدين إلى ستة الآن الطاقة الانتاجية بأقصى ما يمكن الوصول إليه هو خمسة لو توفرت لديهم الطاقات التصديرية ولو توفرت لديهم المرونة من قبل أوبيك بلوس طيب وين 13 وين الخمسة التصدير هذه السنين الأخيرة كلها بما في ذلك الموازنة الموضوع الطاقة التصدير الفعلي هو بحدود 3.3 بالعشر مليون بالميل باليوم الإنتاج ربما مع الإقليم بحدود يكون أربعة ومئتين بالعشرة طيب هذه الأرقام مقاربة لما كان علي العراق قبل 2003 وحتى في عام 79 فالإنسان إذا أنا ليش رحت أصرفت مبائل مئة مليار دولار اللي لم يكن أكثر وجبت جولات التراخيص هاي مئة مليار دولار على مدى شكت منذ بدء جولات التراخيص يعني من 2010 ولحد دعا بالموازنة سألو الموازنة قدام نفتحها يشوف أكو مبلغ مخصص للدفع إلى شركات جولات التراخيص مقدار 15 كريليون دينار بالدولار تطلع تقريبا حوالي 12 مليار دولار فأنت حسبها من ذا كل وقت تحدي أريد أستمر بالسياسة النفطية اللي وصفتها حضرتك تقول إحنا ما عدنا لها سياسة والاستراتيجية لكن أريد بدليل التغييرات من وزير لآخر ما شاء الله إحنا يمكن إجانا عشر وزراء من 2003 فتصور المتغيرات اللي صارت التقارب اليوم للسعودي الإيراني يعني البعض يوصف سيكون هناك تماسك في سياسة أوبيكو وبالتالي تخفيض الإنتاج تأثير على العراق كيف سيحدث يعني أنا أعتقد السابق لأوانا أن نحكم على الاتفاق السعودي الإيراني بكل صراحة يعني الاتفاق السعودي الإيراني مصالة كم أسبوع أسبوع أزمان أقل أسبوع اللي هي طاقة الإنتاجية قد تصل إلى 12 ونصف مليون بالمئة بالنسبة إلى إيران حاليا لأنه ما زالت هي تحت الحصار المفروض عليها من أمريكا وبالتالي إنتاجياتها محدودة جدا ما تتجاوز مليون ونصف 3 مليون بالمئة باليوم طاقة الإنتاجية القصوى ربما إذا فتح الحصار وظلت سنوات تقيد تعيد تأهيل قدرات الإنتاجية يمكن أن تصل إلى 4 مليون بالمئة باليوم بالتالي يعني العراق أكثر منها وبالتالي تأثيرها على الأوبك ما رح يكون ذاك السريع ولا رح يكون ذاك المؤثر دعني أصف المفردة بالآلية وليس سياسة إدارة الملف النفط حتى أرضي حضرتك كونك أنت واصف دقيق لما يزري هل نستطيع أن نقول بأن هناك هيمنة أميركية على إدارة الملف النفط كما يصرح به البعض من السياسيين دعني أرجع عليه الوراء نعم نستطيع نكون صورة واضحة استعدادا للغزو والاحتلال قامت أمريكا بدراسة ملفات عديدة وشكلت لجان بحدود 15 لجنة نعم وحدة من أهم اللجان كانت في مجال النفط وهذه اللجان شكلت قبل الحرب في أتقد أواخر عام 2002 نعم شكلت هذه اللجان وكان بها أفراد من العراق ومن أمريكا طيب كان هدفهم هو خص خصة النفط العراقي وكان هدفهم أيضا إيصال النفط بشكل مباشر إلى إسرائيل موجود هذه مثبتة بكتب التي أصدرها أمريكان اشتغلوا في العراق ليس من عندي لكن وجابوا شخصيات أجنبي أمريكية لإدارة شؤون النفط يعني ما ننسى أنه أول واحد جابه هو فليب من شركة شير لغرض إدارة الملف النفطي لكن الرجل عند رزانة ما كمل ست شر قال ما سوين أنا ما كدعي لأنه بالعراق أكو قدرات بالإمكان أنها هي قدرات ترك لكن بقوا هناك مستشارين واحد منهم طول سنين طويلة بدأ تأثير وعلاقة السفارة الأمريكية بالموضوع بكل أمانة أنا أعتقد أن أمريكا لا دورة مباشرة لها في مجال السياسة النفطية في العراق بكل أمانة يعني إدها رغبات في أن ربما تعطي أفكار تعطي مشهورة في هذا المجال أو ذاك المجال نعم ولكن هل هي تتحكم بالصناعة النفطية مع تقدل يعني ذاك التأثير طيب دكتور خلينا روح مع المشاهدين إلى هذا الفاصل القصير مشاهدين ابقوا معنا لنا عودة من جديد مشاهدين عودة مرة أخرى إلى هذا اللقاء الخاص مع الدكتور عسام الشلبي وزير النفط الأسبق والمختص بشؤون النفطية أهلا وسهلا بك من جديد أغلب الدول تستخدم ملف الطاقة وأيضا الملف الاقتصادي كورقة ضغط ونحن بلد نفطي لماذا أخفق العراق على مدى عقدين من الزمن باعتبار انتقلنا إلى مرحلة التغيير لماذا لم تستخدم هذه الورقة كورقة الضغط ليكون العراق فاعل قوي في المنطقة لكي تكون مؤثر يجب أن تكون متواجد على الساحة العالمية النفط بالعراق موجود احتياط النفط موجود الطاقة الانتاجية كما ذكرت لماذا لو يتحقيق الأهداف المرجوة اليوم وضعوها وبالعكس قللوها وما قدروا يستحدوا بها لكن الأهم هذا النفط غير حتى يأثر لازم يكون إلى وجود الأسواق العالمية طيب إذا أنا ما عندي غير منفذ واحد للتصريح اللي هو الخليج العربي نعم في الوقت اللي كان سابقا أدنى ثلاث منافذ تقريبا بنفس السعة كان أدنى سابقا منفذ خلال الخليج العربي نعم طاقة مالتا كانت مليون وسبب حوالي مليونين برمي بليون يمكن هسا ثلاثة هي موجودة نعم كان أدنى منفذ أبر تركيا وصل إلى مليون وسبعمل ألف برمي بليون يعني يوصل إلى جيها نعم وعدنا منفذ خلال السعودية إلى البحر الأحمر اللي طاقة مالتا يضم بحدود مليون وسبعمل كان عندنا طاقة تصديرية تصل إلى حوالي ستة مليون برمي بليون اليوم ليس عندي أنت مالس علاقة بالنفذ أنا ليس عندي من من منافذ هل المنفذ التركي مفتوح لا لأنه هذا أخذ الإقليم اللي صدر بيه قرار لاحق نحجي به بعدين إذا تحبين الشيء الثاني البحر الأحمر من سنة 2000 مملكة العربية السعودية وضعت اليد عليه ولم يجري أي بحث حول إعادة هذا المنفذ هناك كان حديث عن إيجاد منفذ عبر الأردن أصبح هناك معارضة سياسية قوية إلا بقينا على الخليج العربي فقط طيب هسا لو نسد هذا الطريق ما يشير مجوع صح الله يشتر هذا الجواب شفتي هذا الجواب أنا لم يلي وجود حر أقدر الآن المشكلة الأسواق هي ثلاثة شرق الأقصى التي تمثلها الصين والهند وكوريا واليابان شكل أساسي أمريكا وعند أوروبا طيب لما أنا ما عندي الآن غير فقط منفذ واحد الخليج العربي وبالتالي أروح إلى الصين الصين مثل ما شفنا نتيجة الحرب الروشية الأوكرانية قدرت تأخذ نفط أرخص من روسيا فبالتالي النفط العراقي وين يودي المفروض وين وين المفروض ما يكن مجال آخر فبالتالي سيطرون يقلون لهذا العراق الآن الشهر الماضي شهر الشباط الصادرات مالتها ثلاثة مليون ومئة ألف برميل باليوم فقط لا غير فأنت توقعين العراق بهالث ثلاث ملايين يكون مؤثر مثل سعودية بالعشرة مليون مالتها أو روسيا طموحنا أن نوصل 8 مليون صح ما نوصل هو أريد أسأل هنا ما العائق أمام الوصول إلى طاقة تصديرية تصل إلى 8 مليون برميل أنت ليش تنتجين يعني هم الآن جابوا جولات التراخيص تفقوا ويها على سقوف عالية على أساس تنتجها وتفقوا ويها الشركات هذه قالت أوكي نرفع الإنتاج بس أنتوا تدفعوا للثمن لم يتمويل من الشركات ولا يأخذون وتحسب الأرباح على أساس الطاقة الإنتاجية الفعلية أو يعني التي وصلت إلى هذه الشركات فبالتالي يعني هذه الشركات إلىها القدرة لكنه مثل ما قلنا مين ودي الإنتاج عندي محددين رئيسيين عندي المنفذ نعم لأنه العراق أخذ على عادقة مسؤولية هو كان ما المفروض يأخذها شوف هذه هذا الطاولة الدائرة هذه الإنتاجية الآبار ومنشآت الإنتاج هذه أخذتها الشركات خارجها مثل مستودعات الخزن أنابيب النقل منشآت الضخ منشآت التصدير مسؤوليتها منه وزارة النفط العراق فعليها أن توفر فشلت في توفير هذه الطاقات الإضافية الشيء الثاني الأسواق هي ليست كيف أنتج أنتج 6 مليون برميل باليوم وين أسبب هذا العراق يعلن أنتج 6 مليون برميل سعر النفط 30 40 دولار فإذا التزم بقرار الأوبك علينا أن نلتزم بالسقف الذي يحدد للعراق فأكو محددات ليس بقدرة العراق على التجاوز يبدأ الأوبك يمكن ماكسيموم يوصل من سنة 78 79 الرقم الذي وضعنا هو 5 طاقة مستديمة و 6 طاقة قصوى أنا باعتقادي لا زال هذا الرقم نافذ المفهول أريد أسأل على جولات التراخص كون أنت أشكلت عليها محاضرتك فقط الكثير هي محل جدل لكن تعليقك على جولات التراخص الخامس التي أعلنتها مؤخرا للحكومة وأيضا هي تتحدث عن استثمار في قطاع الغاز هل هذا الشيء وارد على الأرض طبعا هي جولة الخامسة كان المفروض قبل أربع سنوات تم حالتها ولكن لم يتم تفعيلها كان أكو هناك مشاكل حولها أوقف العمل بها سواء من قرار حكومي أو غيره فجأة الحكومة الحالية قررت تفعه أنا مضد يعني من حيث المبدأ أنه خاصة فيما يتعلق بالحقول الغازية لكن يجب أن أمميز أنا لحد الآن أحرق الغاز المصاحب أنا كل ما أنتج برميل يطلع ويا غاز كمال يطلع ويا الغاز نفط ولهذا البصرة وانت من البصرة تعتبر من أكثر الدول العالم تلوثا بالبيئة بسبب النفط مخلفات استخراج وصناعت فيفترض أن أركز على الغاز المصاحب نحن ثلاثة أربعة من الحقول الجولة الخامسة هي غاز حر وليس غاز مصاحب آمل ما أعرف عن طبيعة العقود لأن ما تنشر أصبح كل شيء سري يفترض أنه وهذه أيضا تضمن مسؤولية الشركات إيصال الغاز بحيث يمكن استخدامه مو أنا أيضا ضمن هذه الدائرة الضيقة وقولها الوزارة النفط بلّ أنتوا سووني في هذا شيء تحقق نتائج نتائج جيدة من إن أحسن الغاز المصاحب نقدر نطيف قيمة تقريبية لما يحرق طبيعي شوف يعني هنا نجي الخطأ الآخر الذي صار أنه كان بالإمكان إعادة تأهيل مشاءة الغاز الذي تم إكمالها من قبل النظام السابق وأنجزت في إلى حد عام تسعين لكن ضربت في الحرب الواحد تسعين وكان هناك عرض لإعادة تأهيل عرض ياباني ما استخدم راحوا تعاقدهم بشكل مباشر مع شركة شيل هولندية هولندية بريطانية المفروض كان كل الغاز المصاحب كما مخطط إلى من السابق الذي يأتي من حقول الروميلة الشمالي الجنوبي غرب القرنة واحد واثنين والزبير المفروض كل يستهلك هذا الحتي جقص وقعوا العقد 2000 مذكر التفاهم 2008 العقد وقع أعتقد 2009 2010 طيب سبعة سنة 2013 لا نزال نحرق 55% من الغاز 55% من الغاز يحرق نعم كل المبلغ ما لتنعوض نحول إلى برامير ونحوض إلى فلوس تقريبا 5 مليون دولار القيمة المحروقة نفسها القيمة المستوردة من الجوار صح اللي هي من إيران يعني ممكن أكثر أكثر 5 مليون دولار باليوم باليوم الواحد 5 مليون طيب بينما أنا بال2010 راح أتوقعت اتفاقية ويا إيران مدوا أنابيب بالجنوب مدوا بالوسط وجيبوا غاز السعر مالته مرتفع سعر وتقريبا ضعف السعر العالمي طيب وتحداهم خلي طلعون الأرقام والغاز معرض للانخفاض كما حدث مرات عديدة يقولك لو أنا أحتاجها داخل إيران لو عندي مشاكل فبالتالي نستورد غاز نستورد كهرباء بحدود نفس المبلغ طيب ليش لأن أنا مشاءات الكهرباء تحتاج إلى وقود الوقود يعتمد على غاز والغاز نحرق إحنا هذا غير استيرادات للمشتقات النفطية هذا ما ذكرت قبل قليل وأنت تسرد يعني مشاكل استثمار الغاز بالأخير نقلص إلى أن السبب سياسي إقليمي يتحدد بقرارات خارجية أم هو سوء إدارة فنية محلية بعدها أنا أقول الأثنين معا أنا أقول أنه كل من يقول أنه إيران ما مستفيدة من هذا الواقع أنا أقول غلطان إيران الآن صدر لي غاز قال نقول ثلاث مليارات بالسنة الصدر لي كهرباء قال نقول ثلاث مليارات وأحرق الغاز مالتي كل فبالتالي سوء إدارة بالبداية كان ما يفترض يصير التفاوض مباشر فقط ربما سبب وزارة النفط يعني حديث على الشركة الشر ليش متأخرين أنا متأكد أنه سيجاوبون يقولون وزارة النفط ما سددت المبالغ هذه مشاكل أو ما أدت واجبها من حيث أداءها المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة فبالتالي إدارة ملف النفط والغاز والمصافي كلها دون مو بس دون المستوى بعيدة عن الواقع بس دمن الخيال فشل فيه فشل فيه يعني هسا سويا سنتقل المصفى ما ديدا عندك هذا سؤال لا استلموا كانت طاقة العراق من التصفية توصل فوق 800 ألف برميل باليوم هفطت الطاقة صارت موضوع داعش طاقة التصفية في مجمع بي جي 300 ألف برميل باليوم أو لحرة 330 ألف برميل باليوم صارت معركة داخل المصفى داعش طلعوهم بعدين أكو ميليشيات جدت دخلت المصفى مثل تبخر أملاق المنشآت ما لنت وين هاي مضخة راحة هاي كومبريسور راحة هاي فلان شي راحة مهم بوقع عدم طاقة حدود 500 ألف برميل باليوم مثل ما ذكرت أذكر يمكن كان 2006 2007 صورة موجودة الآن هم بقت أعلنوا عن خطة الاستثمار خطة للاستثمار الأجنبي والمحلي بالمصافي طيب وجابوا شركات لا شركات شركات ورقية ما لا علاقة بالشغل حالة وعلي انطوها ورقة قالوا لأنا عمتعي نفذي مصفة العمارة اسم الشركة ولا ما أعرف بس شركة لها محل دكان مادي في سويسرا هذا ما قدرت بسخل أكمل شي قبل ما نفذته راحوا بعدين في سنة 2012 تفق ويا كوريا جنوبية على عقد إنشاء مصفة في كربلاء هذا المصفة بطاقة 140 ألف بالمئة باليوم المفوض يكمل خلال ثلاث سنوات بكلفة وقعوه بكلفة 6.3 بليون دولار ستة ثلاثة بالعشرة مليار دولار وين هذا المصفة هسا نحن فيها سنة 24 المصفة لا يزال قيد الإنشاء العام الجاربين متوقف توقف ورجعوا هسا أثناء العمليات العسكرية فترة 2018 لا أعرف بالأزمة المالية التي رافقت لا علاقة مشاكل صارت جائحة ومرة ما عشر سنين حتى أبني مصفة ولحد الآن مكتمل كلفة مالتها حسب رأي الخبراء الكل يقول لك ضعف الكلفة لمصفة مشابه في دول الجوار هيكلفت بسبب التأخير إنجاز لا من الأول من وقعه طيب لعتها سجقة خسر البلد مليارات الله تحدثت في حوار سابق وفي لقاء متلفز أيضا عن أن العراق قد يكون بلا ماء ولا كهرباء في حال عدم استثمار الطاقة البديلة لازلت عد رأيك شوفي حتى الإنساني قارن بالنسبة لهذا الأمور شوف ما يجري على الساحتين العالمية والأقليمية وشوفوه وين داي راوح لا يمشي ليه قدام لو داي رجع ليه ورا عالميا العالم متجه نحو الطاقات الجديدة والمتجددة يابا هذول العالم متحضر متقدم تكنولوجيا ما نقدر نوصلهم هذول جايين من المريخ طيب اقليميا هالي باعوا عجدين يشون دول خلي نشوف دول شوف الإمارات جدا سوي شوف المملكة العربية السعودية جدا سوي نشوف تونس جدا سوي شوف المغرب جدا سوي استخدام طاقات السولر الشمسية طاقات الرياح طاقات الهايدروجين يبنون منشآت املاقة احنا وين وين بنيننا شيء سام عفد منشآ بنيننا شيء بالعراق مخططين حتى نبني شيء احنا خلال كلام حضرتك مدى نستثمر الغاز ونحرق اكثر من مدى نستورد هذا كلام حضرتك نرجع للتسعينات وازمة العراق الاقتصادية كانت المذكرة التفاهم هو النفط مقابل الغذاء الفلسفة اليوم اختلفت باعتبار احنا دولة ريعية ونعتمد على النفط شنو دي حقق ريع النفط إلنا في جانب التنمية هل نحن نقارن بالماضي لو اجحاف لو نفس الشيء هلي اعيد شوية ما سبقا ذكرت واني بالارقام دقيقة ما عنطي رقم إذا ما يكون خلف حسابات والحسابات سهل الرجوع إلى المصادر مالتها نعم احنا قبل قد دخلنا إيرادات نفطية من اكتشاف النفط والبدء بتصديرها في عام 1932 و33 إلى 1 2003 مبالغ الإيرادات التي دخلت للعراق 283 مليار دولار سجلي الرقم يم 23 من سنة 2003 لغاية الآن سأصح أن الرقم التي انطيت لنهاية 2022 كان 1310 سأضيف له شهر واحد واثنين التي هي بحدود 160 مليون طيب ما سيحصل يحصل عندي 1470 قولي 1500 مليار دولار طيب تعرفين 1500 مليار دولار أترس هذا الستوديو كل بيه مبلغ ضخم نقدر نقول إذا نقارن على مستوى الحكومات ورؤساء الوزراء الذين تسنموا إدارة أو سدة الحكوم بعد 2003 كانت أعلى نسبة من حيث ريع النفط في فترة المالكي وفي فترة السنة الأولى من الكاظمي لأن أسعار اتفعت أسعار المرحلة الأولى وصلت إلى 145 دولار 147 دولار والفترة الأخيرة نفس السنة الأولى اللي تحدث عنها أيضا سيد الكاظمي بسرق 600 مليار مصلت إلى 127 دولار فهو شوفي انتاج النفط مزاد غوي مثل منطيت المقارنة اللي صار أنه أسعار النفط ارتفعت فحجم المبلغ 1500 أنت بدت العراق قولي أنا عايش بالخارج شو تريد أن نسأل المدارس الزراعة المصانع الكهرباء وين الروح المجتسفيات الطرق الجسور طيب الفلوس وين انصرفت إذا راح منها يقولون وزير المالية سواء من كان أحمد الشربي ومن إجع علي عبد علاوي كان يحشون أنه سرقت وخرجت أكثر من 300 يقولون تسربت تسربت حلوة طيب 300 مليار البقية وين ما حدي حاسب نفسه موازنة نتحدث عن أرقام خيالية لكن نحن السنوات الأخيرة موازنة استثمارية ما عندنا ما أكو والآن أي مشروع كبير أي وزارة تريد تنفذ تطلب من المقاولين التمويل تطلب النص تنمويل وبالتالي هذه الموازنات كلها موازنات رواتب ملي موازنة تشغيلية حوالي 75 80 بالمئة ما كو بلدي ما كو بلد بنسبة عدد الموظفين والمتقاعدين والأجراء والمتمتعين بالمنفع الاجتماعية مثل العراق ما كو بالعالم كله واحد يأخذ أكس من الرواتب ما يصير والله أبرر سياسيا ما يصير لأنه انهزم في سنة الواعي التسعين وراح إلى السعودية كم شهر وبعد ينطلع يتونس بأمريكا ونطير عشر رواتب أو سبع رواتب هذا مجائز فبالتالي أكو هدر للأموال بشكل كبير جدا من يتحمل مسؤوليته كل من أتى للسلطة منذ 2003 ولحد لا تتحدث عن موضوع ملف الموازنة وفعلا عدم موجود موازنة استثمارية وهي موازنة رواتب خلينا نتحدث عن الرقم الآمن الذي يجب أن يعتمد لسعر برميل النفط في الموازنة الحالية المفرض أن تقر موازنة 2023 كي لا يحدث ما لا يحمد عقباه وهو العجز الكبير هو الميزانية الحالية بها عجز ويضاف إلى في حال 62 63 مليار عجز كبير أو تريليون دينار لحد لم يستوع بكلمة تريليون لا أعتقد عراقي قبل 2003 أو قبل 1990 سامع بشيء اسم تريليون هذه الأرقام موجودة وأصبحت جزء لا يتززأ من السياسة النقدية السرقات علمت المواطن على أن يسمع هذه الأرقام طيب فإجوا حتى يحاولون يضيعون العجز خلوا شعر 70 دولار للبرميل بالنسبة إلى النفر في السنوات السابقة لو نلاحظ كل دول الأوبك كانت دائما والعراق منها كان دائما يخلون سعر برميل واطئ لأنه يخافون من التقلبات ما أخلي سعر رقم سعر عالي والنتيجة بعدين أنه حجم الإيرادات ما تتحق فلما نخل 70 وافترض أنه حجم الإيرادات راح يجي بهذا والإنتاج نفسه صادرات نفسه بحدود 3.2 مليون برميل يوميا فبالتالي لا يمكن تعويض الإيرادات إلا بأنه أزيد السعر السعر نحن لاحظ نزل النفط العراقي المعادلة مالتا تقريبيا هي إذا افترضنا أخذنا برينت نقص منه 7 دولارات معنى ذلك إذا برينت 70 هذا 63 هذا مصاريف وكبيرة فالمفروض برأي شخصي أنه أصبح 60 دولار للبرميل واحد أصلا هذا قسم يقولون عالي أخلي حتى 55 وأحسب إذا أجد الزيادات إذا أسعار النفط ارتفعت خلال الفترة القادمة فأكل وقت أجي أسوي ملحق للموازنة مبالغ إضافية نقص من العجز أو أستخدمها لمشاريع استثمارية أخرى طيب أعود لأسأل عن سيناريو انخفاض أسعار النفط واعتماد 70 دولار لسعر البرميل في موازنة 2023 لكن نذهب مع المشاهدين إلى هذا الفاصل قصير مشاهدين ابقوا معنا من جديد مشاهدين وهذا اللقاء الخاص عبر الشرقية نيوز مع السيد عصام الشلبي دكتور تحدثنا عن ربما إشكالية اعتماد 70 دولار لسعر البرميل في الموازنة ماذا لو اعتمد هذا الرقم وبالتالي نتحدث عن عجز إضافي للعجز الكبير في الموازنة ما هو مصير البلد اقتصادية أنا أعتقد أنه ما راح أي حكومة تقدر تتلاعب بالرواتب ولا ما تدفع للمتقاعدين ووواء الآخرين فبالتالي راح يصير أنه ما كان مخصص لمشاريع استثمارية وهي كانت أكثر معتمدة على القروض لو لاحظ جدول الموازنة يمكن أن يكون 20-30 جاعة العراق يأخذ قرض منها المناسبة وبدأت مرحلة من قبل فترة بدأت مرحلة تزديد القروض وتزديد الفوائد هذه أيضا موجودة بالموازنة وبالتالي إذا السعر هذا السبعين ما صار معنا ذلك أحنا مين نجيب لو نأخذ من الاحتياط للبنك المركزي المنفروض هو وضع اليد عليه إما نستمر نأخذ قروض ونترك المجال للحكومات اللاحقة تبتلي على هذا لكن أيضا هناك أشكالية أخرى سجدت والتي هي علاقة بقرار المحكمة الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع أقليم كردستان لنترك ملف الموازنة ونسأل هذا التساؤل في حال صحة هذه التوقعات وأعتقد تتناسب توقعات حضرتك ممكن حديث عن العام 2030 يعني بعد سبع سنوات من الآن نتحدث عن نهاية عصر النفط كما يقول البعض لا لا ولا 2040 ولا حتى 2050 أنا أعتقد في اللقاء السابق بالذات على الشرقية ذكرت أنه النفط سيبقى يستخدم إلى أي سنة من الصعب جدا لأنه أنت خزين النفط الموجود الاحتياط الثابت الموجود في العالم لحد الآن يقدر بفوق التريليون وبالتالي نعم قد نجيب طاقة شمسية ونجيب طاقة نووية وهذا ما أرى حتى على مستوى لكن لن يعوض لن يعوض عن الفط يعني نحن نجيز استيلاك من الوقود يعني راوحنا بالفترة الأخيرة لأن إجراءات اتخذت من قبل الدول أنا لو يصعد يصير 105 فرضا هذه الزيادة عن الاستيلاك الحالي لو افترضنا الاستيلاك العالمية وصعد إلى 105 اللي أقدر أقوله يمكن ذاك الوقت كان قبل غالبيت من النفط والغاز لا الآن بتوسع الطاقات الجديدة والمتجددة نسبة راح تجي لا بأس منها من هذه الطاقات بالتالي يبقى الاعتماد على النفط فالشغلة 2030 ربما هناك بعض الدول التي لديها قدرات محدودة من حيث الاحتياط لكن أنا باعتقال العراق من الدول الذي يبقى للنفط ولكن وهنا نقطة أساسية فنية نعم نحن ترى عندنا المكامن النفطية مثل الطفل إذا ما تحسنين تربيته يشط يروح يضيع منك يعني نفط العراق المكمن النفطي يجب أن نفتهم المكمن النفطي فيه نفط ضمن الصخور المسامية الموجودة كمصطلح دكتور أرجوك وضح للمشاهد المكمن النفطي هو مبير هو مو وعاء بنفط مثلا ألف مرميل باليوم لا أكو صخور مشبعة بالنفط أنا حاليا ضمن الإمكانات والتكنولوجيا المتاحة بالعراق أقدر أطلع من هاي الألف ربما 30-35% الباقي ما أقدر أطلع السبب هو هذه طريقة الاستخراج هذا شيء عالمي دولي معروف نسميه معامل الاستخراج لكن أنا إذا ما أحسن استخدام والاستخراج والصناعة أيضا تريضيع هذا شيء صار باليمن هذا الشيء صار في سوريا هذا الشيء صار عندنا في حقل تقطق في شمال العراق باعتبار الأرقام المعلنة من قبل الشركة نفسها التي جابوها عقد المشارك فهذا أنا الآن خايف على المكامل لأنه إن شاء الله أنا غلطان لكن أحذر إذا ما كو رقابة عالية جدا على سلوك المكمني لكل حقول العراق وخاصة تلك التي تشغل من قبل الشركات ترى يمكن بعد سنين نقضي عليها يبدأ يقل الانتاج يقل الانتاج وبالتالي أداء أسأل بعد قلة الانتاج ما يكون مصير لا أعرف لا أستطيع نصبح دولة غير نفطية طبعا ممكن إذا نستخرج بدون حساب والبير ينشف لا أستطيع نتحول إلى سيناريو 2040 2030 أو لا أنت تحذر الآن الجهات الصانعة القرار من وزارة النفط أن تعطي مراقبة السروق المكمني لكل الحقول بما فيها تلك التي تحت إدارة شركات النفط الوطنية التابعة لوزارة النفط حتى لا يقولون بس دا أحتي على جولات التراخيس كلها مراقبة السلوك المكمني أساسي جدا من ثروة نفطية يجب مراقبة ومتابعة تضيف فيها أيضا التقاعز في ما يخص الصناعة النفطية واستهلاك الغاز المصاحب واستثمار الغاز وأيضا المشتقات النفطية وغيرها وأيضا الحد من تهريب النفط الذي هو هذا ملف شائك وكبير جدا دولة نفطية نتحدث عن تهريب نفطها لما نحاميها حراميها لما رئيس شرطة الطاقة ومجموعة كبيرة معها يضبط ويمسك وهو يهرب ولحد إلى من إذا سيحد به يعني إش نتوقع الدكتور عسام الشلبي وزير النفط الأسبق وأيضا المختص بالشؤون النفطية الخبير النفطي كانت دقائق أو ساعة تلفزيونية مهمة مع حضرتك أثريتنا وأثريت المشاهد من خلال هذه المعلومات رغم أن الحديث كان ذو شجن ونحن نتحدث عن سياسة نفطية متخبطة للأسف نتمنى أن نلتقي بحضرتك إن شاء الله والواقع مختلف يكون عن ذلك شكرا جزيلا لحضرتك وبالتأكيد مساهدين السكر موصول لكم على كرم المتابعة هذه زينة بربيعة أستودعكم الله إلى الملتق شكرا جزيلا